السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الفل عليكم نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف بقى النهاردة بدأنا في موسم في كل العالم أو في كل الدول موسم التخفضات علشان المدارس وعلشان حاجات كتيرة جدا والأسواق والكلام ده كله رغم ارتفاع الأسعار تعالوا كده نشوف الحاجات دي جوة كرفور أو أي مول كده الكسات الحاجات دي طبعا يا جماعة بتنفع ليه جهاز العروسة وبتنفع ليه البيوت أو السيدات اللي هي بتجدد في الحاجة بتاعتها بصوا الطقم اللي احنا شايفينه ده الطقم الأكروبال يعني فيه بقى الصيني وفيه الأكروبال بالنسبة لجهاز العروسة دلوقتي العروسة بتجيب أكتر من طقم دلوقتي العروسة بتجيب طقم من المطبخ طقم من النيش طقم الصيني طقم الأكروبال طقم البيريكس فيه أكتر من حاجة بالنسبة هنا بقى الثبت للحبل قصدي ده وده اللي انا قلتلكو عليه المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فاتت قلتلكو الفيديوهات ديت اكتر من هي مشتريات ومشاهدات ان احنا نتفرج نشوف الحاجة اللي قدامنا فهي فيديوهات ثقافة يعني ايه بناخد افكار طبعا الحبل ده احنا الاول كنا بنستخدمه كحبل بس دلوقتي بقى بنصفي على الجوانب اللي على الطرفين بنصفي عليها الشوزات بنصفي عليها ايا كان احنا نقدر نستخدمه استخدام يعني متعدد مش للغسيل اللي ان احنا ننشر عليه الغسيل وبس هنا اللي بالنسبة بقى لحاجات الدكور الحاجات اللي بتحط عليها الورود او الفيديوهات الصغيرة او اللي بتتحط زي الطحف كده بالنسبة هنا للصفيات اشكال والوان وانواع واحجام يعني هي لا حجم واحد ولا لون واحد ولا شكل واحد هنا العلب ديت يا جماعة ممكن نستخدمها للسكر للملح لأي ان كان بقى يعني كل ست بيت عارفة هي بتعمل ممكن نستخدمها كبسكة صغير في قوة الاطفال يعني عاجي جدا او كبسكة صغيرة على المكاتب على الترابيزات في قوة الولاد اللي هي بتذاكر يعني حاجات كتيرة جدا وزي ما اتفقنا ان الفيديوهات دية ثقافة يعني نقدر ان احنا مثلا تبقى عندنا علب للتوابل نقدر ان احنا نستخدمها كمجات مثلا يعني ليه بقى؟ بتبقى الحاجة متعددة الاستخدامات مش استخدام واحد بس طقم الشاي او طقم القهوة زي ما احنا شايفين على فكرة انا عندي طقم اخو ده اللون الاسود بالزبط ومتجاوزة بيه يعني بقالوا دلوقتي 28 سنة عندي او والله العظيم ممكن انتو بتشوفوه عندي في فيديوهات الطبخة وانا بغرف فيه او حاجة هنا بقى التربوهات او الاضراب بتاعتنا او العلب بتاعتنا طبعا الحاجات دي بتتحطي اما في المطابخ او على التسريحات مع ان اللي على التسريحات بيبقى صغير وحنشوفه بعد شوية دي كلها علب كلها ايه يا جماعة علب بتبقى علب نفع جدا وبتلم كراكيب كتيرة قوي 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 في البيت هنا بقى العصرات العصرات اللي هي اليدوية عصارة برطقان عصارة لمون طبعا احنا الفترة دي بنشوف حاجات جديدة وحاجات غريبة اه حلوة الكبشات او السباتيولا او المغارف اه الوان واشكال وانواع كتيرة جدا دلوقتي اتعمل السيليكون الاول كان عندنا الالمونيا بقى فيه معرفش ايه زي ما اتفقنا احنا كل يوم في عصر التكنولوجيا ومكملين مع التكنولوجيا اللي هي بصراحة ربنا افادتنا حق ربنا انا عتكلم عن نفسي انا استفاد وغيري استفاد هنا بقى الصفيات بتاعة الاحواض الصفيات بتاعة الاحواض اللي احنا بتحط نخسل المواعين اللي مثلا المطبخ بتاعها صغير اللي الرخامة بتاعتها صغيرة ما عندهاش صفية تانية او ما عندهاش جنب تاني من الحوض فانا عن نفسي جايبة دي باستخدمها في المطبخ بتاعي ويمكن انا وررتها لكم قبل كده ولو ما وررتها لكمش اللي حابب يشوفها يكتب لي في الكومنتات وانا حاول رهالكم اولاين عاجي ما فيش مشكلة هنا المجات بقى اشكال والوان هنا الترمس او الترامس الحاجات السخنة اللي ناخدها معانا انا كنت باخدها معايا الشغل لما كنت موظفة في شامتيتي هنا بقى التربوهات بتاعت التسريحات اللي انا بقول لكم عليها للتوك للإكسسوريز للحاجات دي كلها تقدر البنانيت الصغيرة او البنانيت الكبيرة اول عرايس تحط فيها الحاجات بس طبعا العروسة ما بتستخدمهاش او ما بتزهرهاش في اول شهر جواز على الاقل يعني تبقى بقى حطى الحاجات اللي هي ايه الحاجات الغالية مع ان التربوهات الصغيرة بتاعت التسريحات دي انا عن نفسي يعني بحسبها ان هي حلوة جدا وبتلم حاجات كتيرة جدا ممكن كمان تتحط في الحمامات هنا بقى التصاطئ الصغيرة اللي هي زي الوق كده بتبقى غاويتة شوية بالنسبة لي انا ايدي ورجلي والله العظيم بالنسبة لي انا كل حاجة في المطبخ حتى دلوقتي وصلت لدرجة ان انا ممكن اسلق فيها المقارونة دي التصاطئ الصغيرة اللي انا بتكلم على المقارونة والحاجات اللي هي ايدي ورجلي اللي هي الوق الوق او التصال غاويتة اللي زي الوق تمام هنا بقى الحلال التفال النوفال السيراميك المعرفش ايه كل الانواع الجديدة اللي ظهرت دي انا عندي التفال وعندي الاستاليس الاستاليس دا عندي برضو يعني حلو جدا لان الالمونيا انا مخليها لغالي ان انا اغلي فيه اللبن بس اعمل فيه رز اعمل فيه محش كده لكن مش بسلق فيه حاجة زينانا اقولتلكو قبل كده وعملتلكو فيديو مهم جدا 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 ومكتوب فيه انوانه تقريبا فيه جزء ان انا ايه بقايلالكو حاجات عن اضرار الالمونيوم وبرضو هحطه لكم ان شاء الله على المنتدى او احطه لكم في تعليق مسبت هنا دي علب جماعة اللي انا قلتلكو التوابل اللي نقدر نستخدمها نحط فيها كريمة كاستر جيلي حاجات دي كلها هنا بقا دي المفاكرين زمان المطحنة اللي كنا بنعمل بيها البن او نعمل بيها الفلفل الاسود حاجات زمان سبحان الله راجعت دلوقتي تاني بس راجعت بطريقة معدلة او بطريقة بقى ايه اللي احنا يعني بنقول عليها بالتكنولوجيا لكن لعلمكم لو ركزنا حنلاقي ان يعني 80% من الحاجات اللي كنا بنستخدمها زمان هي راجعت دلوقتي بس راجعت متطورة شوية وفيه اللي راجع زي ما هي بس تغيره في الاحجام والالوان والحاجات دي كلها هنا بقا العلب بتاعة التلاجة على فكرة العلب دي انا كنت في كرفور قريب جدا العلب دي نازل عليها تخفيض جامد قوي علشان زي ما قلتلكم الدخول الدراسة والجبن والحاجات دي كلها فطبعا في منها احجام في منها الوان في منها انواع في منها اللي بتدخل الميكرويف في منها اللي بتحط في التلاجة بس في منها ما عرفش ايه وكمان اللانش بوكس يعني اللانش بوكس دلوقتي نازل عليها برضو تخفيضات جامدة جدا زي البرطمانات اللي احنا شايفينها كده للتوابل للمخللات اهو بصي هو حتى رسملك على البرطمان اهو كل برطمان هو رسم عليه بيقولك يعني ان ده تقدر تستخدميه كذا وكذا هنا بصوا برضو العلب اللي هي بتاعة التوابل دي بقى نستخدمها في حاجات كتيرة جدا مش شرط ان احنا نستخدمها للتوابل او للحاجات السخنة او للعصاير بس هنا بقى السبت السغنن ده اللي بيقولوا عليه بس قط بس احنا انا عن نفس بقول عليه هاتي يا بنت البلاستيكاية يا بنت المخرمة عشان اخسل فيها الفواكه ولا اخسل فيها الحاجة تمام زي ما قلتلكم اللانش بوكس هنا والحاجة فكل حاجة بقى ولها وقتها وكل حاجة ولها لها زمنها والحمد لله رب العالمين اه حاجات حلوة جدا حاجات على قد ما هي كتيرة قوي قوي بس هي مفيدة قوي 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 خلي بالكم هي مفيدة جدا بنتعلم منها حاجات كتيرة جدا جدا وبناخد منها ثقافات زي ما اتفقنا مش فيديو ان احنا نتفرج وخلاص لأ بنربط بيا حاجات كتيرة جدا وعندنا حلقوا الحاجة متعددة الاستخدامات مش لاستخدام واحد زي ما احنا اهم حاجة وما تنسوش زي ما قلت لكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك لو ما عجبكمش اعملوا ديس لايك وانا راضية وموافقة وبشكركم كمان اهم حاجة يكون فيه تفاعل مع الفيديو او على الفيديو وفضلا منكم ياريت تعملوا شير وتكتبوا لي كومنت وياريت تقولولي انتوا بتتابعوني من اي بلد وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني قريب جدا